سبع الخير مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم في لايف جديد على منصتكم منصة الاموال بنوك بقدم لكم اللايف ده انا ايل وليلي الدولار النهاردة ب75 جنيه ايوه الرقم اللي انت سمعته صح للأسف لكن علشان تفهم القصة كلها وايه اللي بيحصل في سوق صرف العملات في مصر والليه الدولار الامريكي لأكتر من سعر في مصر ويطرى وصل سعره كام اليومين دولا خليك متابع معايا اللايف ده للاخر علشان تعرف كل التفاصيل الدولار في السوق السوداء شهد ارتفاعات قياسية في اليوم اللي لفات وتحديدا قبل بداية السنة الجديدة وده اللي خليه عمل يزيد كل يوم ويتحرك فوق مستوى الخمسين جنيه طيب هو ايه اللي بيحصل وله الفج وما بين السعر الرسمي والسوق الموازية عملات زيد المفترض ان المراجعتين اللي كانوا المفروض بيتعاملوا من ادارة سندوق النقد الدولي السنة اللي فاتت اتأجلوا معدهم او اتأجل معدهم وكمان قرب خلاص وده خلى خبراء اقتصاد كتير يتوقعوا انه هيحصل تخفيض لسعر الصرف الرسمي للجنيه خاصة وان زيادة الطلب على دولار الفترة اللي فاتت زودت الفجوة ما بين السعر الرسمي والاسعار في السوق الموازية مش بس كده ده كمان فيه تقارير بتؤكد ان سعر الدولار وصل في واحد من قطاعات الاقتصاد المصري لاربعة وسبعين جنيه وان دلوقتي بقى في خمس اسعار للدولار قدام الجنيه في السوق الغرسمية كل اسعار اللي هقولك عليها دي بتأكد على اتساع الفجوة ما بين الدولار والجنيه الفترة اللي فاتت عندك مثلا شهدات ايداع البنك التجاري الدولي والمدرج في البورصة المصرية الشهدات دي بيتم تدولها في بورصة لندن عند واحد فاصل تلاتة دولار مش بس كده ده سهم البنك التجاري الدولي في مصر في بورصة القاهرة أفل مؤخرا عند مستوى الاربعة وسبعين جنيه وسبعين قرش هتلاقي كمان الدولار مقوم بحوالي 57 جنيه ونص للدولار الواحد وده على البيانات الموجودة على موقع انفستينج السعودي مش بس كده ده كمان أسعار الدهب زادت في مصر بشكل ملحوظ خلال الأيام اللي فاتت وده بتزاون مع زيادة أسعار الدهب عالميا وكمان بسبب ارتفاع أسعار الدولار في سوق السوداء ده كله خلى سعر أوقية الدهب في مصر بتوصل لـ 114 270 جنيه وده لأن الدولار مقوم في سوق الدهب بحوالي 55 جنيه و30 أرش نجي بالدولار في العقود الآجلة واللي مش بعيد أبدا عن الأحداث اللي بحكي لكم عنها وده لأن العقود الآجلة للجنيه المصري غير قابلة للتسليم أمام الدولار لكنها شهدة الفترة دي ارتفاع ملحوظة والدولار فيها عدى الـ 50 جنيه وبقى بيحوم حوالي الـ 51 جنيه للدولار الواحد مقابل 39 جنيه في أغسطس اللي فات أما دولار السوداء بقى في حد سوء لا حرج للأسف وصل دلوقتي المستويات ما بين 52 لـ 54 جنيه في الوقت اللي الدولار فيه ثابت في البنوك ومسجل 30 جنيه و90 أرش نجي بقى لسوق الحديد واللي ارتفع في سعر الدولار بشكل قياسي الفترة الأخيرة وشكل في القطاع ده على سعر مقابل الجنيه أعلى سعر مقابل الجنيه بالمقارنة بسعر الدولار في الأسواء الثانية عندك كمان حديد عز واللي وصل فيه سعر الطن لـ 42,827 جنيه ووصل سعر الحديد العالمي لـ 575 دولار و95 سنة للطن الواحد ولوصلنا الرقم المصري على سعر الحديد العالمي لأن الدولار في سوق الحديد المصري محسوب ومقوم على 74 جنيه و30 أرش في النهاية عزيز المشاهد بعد ما عرفنا كل التفاصيل عن أسعر الدولار واللي موجودة في انقسامات الأسواء المختلفة في مصر محتاجاكم تقولولي رأيكم في اللي بيحصل لسعر الدولار في مصر هل كده احنا دخلين على تعاوين جديد للجنيه؟ اشتقوني برأيكم في التعليقات شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وان شاء الله لنا لقاء آخر على منصتكم ومنصة العموال بنوك كنت أقدم لكم اللايب ذا أنا آية الوليدي اشتركوا في القناة